وبكل فخر علماء مصر وأسدزتها وباحثيها المتميزين في الجامعات ما زالوا بيوصلوا مسيرة إنجازاتهم إلى المية عشان يكونوا ضمن قيمة أعلى 2% من علماء العالم بقيمة ستانفورد الأمريكية وهيئة النشر العالمية واحد من هؤلاء الأسدزة الكبار اللي جاء اسمه ضمن هذه القيمة للسنة الثالثة على التوالي هو الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للشؤون الأكاديمية والتعليم اللي منورنا فيه لستوديو صباح الخير عليك دكتور مبروك لحضرتك دي السنة الثالثة على التوالي الله يباك بحضرتك آه دي السنة الثالثة الحمد لله طيب إحنا نعرف للناس في البداية إيه هي قيمة ستانفورد وأهمية الوجود فيها ماشي قيمة ستانفورد مجموعة بحثية من جامعة ستانفورد من قيمة ثلاث سنوات جالها فكرة إنها ترتب العلماء اللي موجودين على مستوى العالم وفقا للنشر العلمي الدولي ومؤشرات الأبحاث بتاعتهم عملت الكلام دوت دي تالس سنة بتعمله على سبيل المثال وخدت الطب بتاعة القيمة دي يعني وفقا لإحصائية السنة دي يعني عدد البحثين اللي شغالين في العالم كله اللي هم ليهم تواجد في النشر الدولي والعالمي حوالي عشر مليون بحث ده على مستوى العالم ده وفقا للإحصائيات بتاعتهم أو تواجدهم في المجلات العلمية الدولية وبدأت بتحتفل بقى بالاثنين في المئة لإيه الأوائل بتاعة القيمة دي وفقا لإحصائية كل السنة يعني فده بيبقى شرف لكل واحد أنه يظهر في هذه القيمة وشرف لكل بلد أن عدد العلماء اللي بيكونوا موجودين في الاثنين في المئة دول يكون عدد كبير هل بيبقى عدد كبير؟ يعني في مصر السنة دي نقول حوالي 678 عالم ظهر في هذه الفقر وبرضو بيبقى شرف لكل جامعة أن الجامعة دي تبقى فيها عدد كبير ظهر في هذه القيمة فكرة وجود علاقة تأثير تبادلي بين عدد العلماء اللي بينشروا دولي وبين البوابات ومحركات البحث اللي بتبقى موجودة اللي بتوجه الناس تجاه البيبرز اللي بينشروها أو تواجدهم أو قدرة سهولة الدخول على المكتبات بتاعة الجامعات الكبرى احنا متواجدين بأسامي علماءنا زي ما حدثتك بتقول وابتدأ الرانكينج بتاعنا في الجامعة يتقدم كل شوية واحنا شايفين ده يمكن بقالنا سنتين ده بيساهم أكتر أنه يحرك مؤشرات البحث تجاه الأبحاث اللي احنا بنقدر نقدمها في الفترة الأخيرة طبعا يعني احنا لو قلنا المكورمات أي بحث علمي بتبقى عبارة عن أربع حاجات أول حاجة أستاذ تاني حاجة فريق بحسي تالت حاجة معامل رابع حاجة ودي أهم حاجة اللي هي النقطة البحثية أو المشكلة البحثية فلو النقطة البحثية دي أو المشكلة البحثية كانت لها علاقة بمشكلة اجتماعية أو مشكلة فنية أو حاجة مرتبطة بالصناعة بحيث يبقى البحث ده لمرضود محصوص على البلد وعلى الكميونيتي اللي هو موجود فيها فده بيبقى له تأثير كبير جدا الكلام ده بيخلي الأبحاث التانيين المرجعية لهذا البحث بتزيد يعني فعشان مجعية الأبحاث دي تزيد لازم أول حاجة يعني جودة الأبحاث تزيد الجودة دي معناه النقطة اللي بيتناولها البحث ده تبقى لها علاقة بمشاكل الصناعة لها علاقة بالنقاط اللي هي الـ Up to date اللي العالم كله مهتم بيها زي مشكلة الطاقة زي مشكلة البيئة مش شرطه مشكلة محلية في البلد فدي الحاجات اللي بتقوي من قيمة البحث ازاي بقى نزود شغل الباحثين والعلماء انه هم يعملوا أبحاث أكتر أو يشتغلوا في مجال البحث دوت وده دي النقطة اللي اشتغلت عليها معظم الجماعات في الفترات اللي فاتت وكذلك وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي اللي هي بدأت كل جامعة بدأت تعمل عملية تحفيز للأساسة بتاعتها والعلماء بتاعتها للنشر العلمي الدولي تحفيز معظمه تحفيز مادي ده بالإضافة للتحفيز الأداء يعني دعم مادي يعني بعض الجماعات مثلا بالضبط على نشارة بحث في مجالة مثلا الجودة بتاعتها ايه كذا في السنة مثلا هتاخد مبلغ ولا يكون 20 ألف دي يعني معظم الجماعات اشتغلت على الحتة دي ده موجود بالفعل في النظام الترقيات يعني بعد عضو هائة التدريس بيحصل على الدكتوراء أو يعني يبقى مدرس يعني للترقيية بقى الأستاذ مساعد والأستاذ بيبقى فيه لازم عدد معين من البحث بيتم نشها وتحكمها في مجلات بنغير بقى يا دكتور في القوانين بحيث أنه يعني أنا مش عارفة العدد لأنه بيختلف طبعا من كلية الكلية بالضبط عملية أو نظرية لكن فكرة أنك بتنشر في مجلات محلية أو في مجلات دولية ده بيأثر على قوة البحث وعلى درجة الترقي بدأ نظام الترقيات في السنوات الأخيرة آه يعني نقول بنسبة بنسبة ضئيلة بدأ يبصر الحتة ديت فبدأ مثلا يطلب أحد المتطلبات ديت أن هي الأبحاث تبقى منشورة في مجلات قوية أو حاجة وبيبدأ هو يعيد وده مفهول ما يحصلش صراحة أن يعيد تقييم الأبحاث ديت الأبحاث أوريدي اتقيمت في المجلات الدولية والعالمية واتنشرت يعني فيحنا يعني بالنسبة للجان الترقيات لو طوعنا فيها حاجات بسيطة جدا بحيث يعني نفس النظام اللي اتبعته جامعة ستانفورد في ترتيب الايه العالمية جامعة ستانفورد يعني رتبت الناس بناء على ايه أول حاجة شافت أعضاء التدريس أو العلماء دولت كل واحد نشرت كم بحث دي عدد الأبحاث المنشوعة يعني دي النقطة الأوانية بتبدأ تشوف الصيتيشنز بتاعت الأبحاث ديت العلماء التانيين خدوا البحث بتاعه دوت كمرجع في الأبحاث بتاعتهم لا اه فتلاقي الصيتيشنز مثلا دي أربعة ألاف صيتيشنز ستة ألاف صيتيشنز عشرين ألف صيتيشنز دي حاجة كل واحد كتقييمه ليه حاجة اسمها الـ H-Index الـ H-Index يعني عندك يعني واحد مثلا الـ H-Index بتاعه 50 دي معناها ايه عنده 50 بحث كل بحث حصله صيتيشنز 50 ايه مبني على البحث بتاعه 50 مرة مبني على قوة البحث بتاعه المكان اللي هو منشو فيه المجلة اللي هي منشوة فيها فدي فكتوز كلها بتقدر تقيس أو تقيم الباحث طيب هل من ضمن عوامل التقييم برضو أن البحث ده يكون تطبق بالفعل؟ أو تنفذ على الأرض الواقع ودخل في الصناعة ماذا؟ لا ده مش من عوامل التقييم لا ده ما رواش من عوامل التقييم بس ده برضو من الحاجات لما تقوم موجودة في البحث بتدي للبحث جودة وبيتدي له أهمية وبيتخلي الناس ترجع له كتير فعدد الصيتيشنز بتاعته ايه؟ كتير فلو احنا خدنا العوامل ده كلها يعني البحث ده ليه كان بحث منشور في انترناشنال جورنالز البحث ده واتليه عدد الصيتيشنز قد ايه؟ مجمل الامباكت فاكتور أو معامل التأثير أو معامل الجودة بتاعة الأبحاث بتاعة المجلات اللي ما نشوف فيها أبحاثه قد ايه؟ الفاكتورس دي كلها كافية تقول ان العضو ده صحيح يترقى أو ما يترقاش العضو ده هو عمل كمبيتنت يعني ليه كان برائط اختراع حكم لكم مجلة دولية قبل كده يعني هل هو من قصر تحريج المجلات الدولية دي تمشترك معاهم ولا لأ دي كلها فاكتورس كلها محصوصة وممكن تتقل يعني حدثك عايز تدخل كمان نظام التحكيم يعني القدرة على التحكيم سواء بقى في المجلات الدولية أو بالضبط اه يعني كل فاكتورس من الدولة بيبقى له درجة وفي النهاية بنجمع الدرجة ده هيحل مشكلة تانية كمان للبحثين اللي بيبقى عندهم مشكلة في الإشراف وفي التحكيم انه بيجيب فترة العضو هي التدريس بيبقى متقال فبيعتذر عن الشغل وكمان هيمنع حتة النفسنة اكيد النفسنة ايه اه يعني مزيد من الانتاجية دفع على مزيد من الانتاجية بالضبط كده والسيستم ده على فكرة احنا مطبقينه في الجامعة المصرية اليابانية يعني تقييم أعضاء تدريس في الجامعة المصرية اليابانية وترقياتهم بصرف النظر حتى لو ترقى من المجلس الأعلى للجامعات عشان يترقى هو طبعا شيء أساسي اه يعني شيء أساسي او ممكن يترقى عندنا مباشرة يعني التو سيستمز او موجودين لكن القواعد بتاعتنا أشد من المقصة على الجامعة عظيم بس مبنية كلها على الايه على الفاكتورز اللي بتقييم الانتاجية بتاعته هي التدريس في مجال البحث العلمي في مجال الصناعة في براءات الاختراع كل حاجة من دية عليها درجة لو انت عدت مثلا الستين درجة في بنت خلاص كده قادر انك تترقى الأستاذ مساعد لو عدت السبعين قادر انك تترقى الأستاذ طيب عايزين نعرف فقا سؤال لحضرتك قدمت كم بحث منشور في مجلات دولية وايه لحضرتك قدمت الجديد السنية دي اللي خلاك موجود في القايمة المرة الثالثة على التوالي انا لقي حوالي 130 بحث كلهم في مجلات دولية عالمية في المكتبة الاولى بتاعت المجلات يعني والحمد لله انا بعتبر محكم او روفيور لكل المجلات اللي في تخصصي الابحاث بتاعتي كلها مهتمة بمشاكل الطاقة وتحلية المياه عظيم واسترجاع الطاقة يعني استرجاع الطاقة يعني بسطينا مثلا المحرك بتاع العربية معظم المحركات بتاع العربية مثلا الكفاءة بتاعتها حوالي مثلا 40 في المية مثلا او حاجة او 50 في المية في الجنش ده ده معناها ايه؟ معناها كل 10 لتر بنزين بحطهم في العربية 4 لتر بس هم اللي بيمشوا العربية وال6 لتر تانيين بيطلعوا مع الاكزوز تجازز غازات العدم اللي طلعوا مية التبريد فمعظم الابحاث بتاح في الفترة الأخيرة أنا بدي مثال مثلا بتهتم ازاي نعمل او استغلال للحرارة المطروضة دي اللي أنا اشغل بيها حاجات تانية يعني في آخر الأبحاث مثلا انه كان في طلب دكتوراه شغال معايا فيها كنا بناخد الحرارة اللي طلع من من الاكزوز تجازز بتاعت العربية دوت وبنشغل بيها أنظمة نظام التكريف نفسه بتاع الايه؟ بتاع العربية يعني بحيث في النهاية أقل للإيه؟ الطاقة المهضرة وحيكون أكثر صديقة للبيئة أكثر فده حيبقى قابل التنفيذ ويتناسب مع الاتجاه العالمي أكتر فكرة أن الأفكار تكون بتتناسب أكتر مع الاتجاه العالمي ده ممكن يرفع في الرانك بزبط صبعا يعني بيزود الرجوع للبحث وبيزود السيتيشنز بتاعه وبيرفع الرانك بتاعيض والتدريس وبتاع الجامعة اللي هو فيها وكده أكيد طيب ده خلينا نتكلم مع حضرتك عن أهمية البحث العلمي وعن وجود البحث العلمي في مصر البحث العلمي في مصر السنوات الأخيرة بدأ يتواجد بشكل قوي يعني في معظم الجامعات بدأ التهتم بالبحث العلمي بالذات الجامعات الحكومية يعني الحتة دي الجامعات الخاصة المفروضة أنها تشتغل عليها تشتغل عليها شوية ما يبقاش الهدف بس اللي هو التعليم لمرحلة البكالوريوس والتحقيق الربح لا لازم نهتم أكتر بالبحث العلمي أكدمية البحث العلمي بدأت تهتم جدا وتحفز العلماء والبحثين الجداد والخارجين اللي هم يشتغلوا في هذا في هذا الاتجاه أهم من تشجيع البحث العلمي بقى النقطة المهمة قوي قوي اللي هو غبط البحث بالصناعة أو التطبيق يعني كيفية أنا أبحث مخدوطة في الأدراج لو الرنك بتاع الناس زيادت والحاجات دي كلها لكن في النهاية ده نتيجة للصيتيشنز والحاجات دي لو موجودوش أي مرضوض على المجتمع أو على الصناعة فعشان كده اختيار نقطة البحث في البداية جدا يعني في البداية لما تبقى عبارة عن مشكلة موجودة في الصناعة أو في مصنع ما وبيحلها فده بيدي قوة جمدها للبحث وبيبقى له إيه مغرود لسه مبارح يا دكتور الرئيس أشار إلى أهمية البحث العلمي وهو بيفتتح مجمع مصانع الرمال السوداء في البرولوس وقال إن احنا اعتمدنا في المقام الأول على البحث العلمي في هذا المجمع بالزبط إنه كانت مشاريع بحثية لحد ما إيه يعني وصلت للشكل اللي ممكن تطبيقه وكذلك برضا عشان نزود البحث العلمي لازم يبقى كل يعني كل مصنع أو كل شركة أو كل هيئة لها قسم اللي هو الرئيسيرش وده لازم يبقى إن كونتكت مباشرة مع الجماعات بحيث لو فيه أي مشكلة بيبقى كونتكت مع مع الجامعة لحل هذه المشكلة أعتقد إن ده لو قفلنا السيركل أو لو قفلنا الدايرة دي حيحصل نوع من أنواع التدريب للطلاب فيخرجوا قادرين يواكبوا سوق العمل يقدروا يرجعوا الجامعة تانية لمزيد من الدراسات منتكلم في إنه مزيد من البحث يبقى إحنا منتكلم في إن الفجوة اللي بتبقى موجودة ما بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل حتتقفل إن ده كمان بيرفع مستوى العملية التعليمية طبعا الأستاذ لما تبقى الأبحاث بتاعته أو لما يبقى إن كنتك تبع مع الصناعة فبيبقى شايف الحاجة اللي هو بإيه اللي بيدرسها أو هو اللي بيبحث فلما بيجي يدرسها للطالب بيبدأ ينقله الحاجة بشكل إيه بكفاءة إيه بكفاءة عالية النقطة اللي احنا مفتمين بيها جامل جدا في الجامعة المصرية اليابانية حتى فكرة مشاريع التخرج بتاعة الطلبة مقس منها لمجموعتين والطالب بيختار يعني الطالب اللي هو شايف المواصفات بتاعته أو الطموح بتاعه إن نشتغل في مجال إيه البحث العلمي بيبقى البروجيكت أو مشروع التخرج بتاعه بيبقى ريسيرش أوريانت بروجيكت يعني بروجيكت متاجي للناحية إيه البحثية وبيعمل المشروع دوت مع طلبة الدكتوراه وتحت إشراف الأستاذ بحيث ممكن يكمل عليه هو بعد كده الماجستير والدكتوراه أو ممكن يشتغل بعد كده في الـ R&D اللي موجودة في في المصر المجموعة التانية ممكن تختار البروجيكت بتاعها على أساس الـ professional based هو عايز هو لا البحث دوت مش من ميولو عايز يشتغل في الجانب التطبيقية فبيختار مشروع في الجانب التطبيقية يعني الحتة دي بتنفرد بيها الجامعة المصرية اليابانية عن بقية الجامعات يعني مرة تانية مبارك لحضرتك طبعا وجودك في هذه القايمة وإحنا فخورين جدا وكل مصري فخور بوجود حضرتك طبعا في هذه القايمة قايمة ستانفورد لأهم 20% من العلماء في العالم كله ألف مبروك يا دكتور سامح نشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور سامح ندى نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية لشؤون الأكاديمية والتعليم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا